أما حيث الإخنام غير الأرامل وفي كل شهر زين ربحي وفي صفر مخصصة حول الندوة التي نظمتها دائرة روض الضياحين بعنوان المذهب المالكي ودوره في تحقيق الانسجام في المجتمعات الإفريقية وبدأت الندوة بآيات من الذكر الحكيم للشيخ الشيخنا ابن سغنباغا مكي فليل ومن ثم تناول الشيخ أحمد البدوي مكي رئيس دائرة روض الضياحين ورحب بالضيوف الذين جاءوا من كل حدب وصوب شاكرا لهم على قبول الدعوة ومن ثم علج الدكتور عبد الأحد ثاني موضوع المذهب المالكي ومنزلته في الإسلام وقال عقب نهاية محاضرته أن مما يميز المذهب المالكي كثة المصنفات في فقه النوازل ومن ثم علج الدكتور رضوان غنيمي أستاذ التعليم العالي في الكلية المتعددة للتخصصات الموجودة في السمارة بالمغرب موضوع جهود المغاربة في قدمة المذهب المالكي وأكد فضيلته ما مدى المجهودات التي بذلها المغاربة في نشر المذهب المالكي في إفريقيا ومن ثم تناول الوزير الموريتاني للشؤون الإسلامية السيد القاضي أداه ولد سيد ولد موضوع جهود الشناقطة في المذهب المالكي ومن ثم ختمت الفترة الأولى بتعقيبات من بعض الحضور أبرزهم الدكتور عبد العزيز كابي وسنأتي بالتفاصيل في التغطيات القادمة بإذن الله هذا كل ما لدينا من تفاصيل وأنباء حول موضوع الندوة التي كانت مخصصة للمذهب المالكي ودوره في تحقيق الإنتجام في المجتمعات الإفريقية وشكرا لكم على حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرامة في قناة أمكا تيبي أهلا بكم في هذا الحوار المفتوح مع الأستاذ الشيخنا مكي عبد الودود عضونا في اللجنة العلمية في دائرة أراضي ضياحين أهلا بكم يا أستاذ أهلا بكم أولا نود أن نعرف انطباعات حضارتك في هذه الندوة التي أقيمتك أهلا بكم لا أعرف ما إذا كان من المفتوح أن أبدأ انطباعاتي لأنني من المنظمين المدعون أو المشاركون من الخارج في الغالب هم الذين يبدون انطباعتهم أما المنظم يمكن أن يبين ما هل ما كان يتوقعه هل رأى ما كان يتوقعهم لا نعم إذن نريد أن نعرف ما كنت تتوقعه في هذه الندوة ما كنا نتوقعه ورأينا جزءا منه لأن الندوة كما تعرف لم تنتهي بعد مضى جزء وباقي جزء آخر لكن الجزء الذي مضى ما كنا ننتظر منه ورأيناه ورأيناه وتم كما توقعنا إلا فيما يتعلق بوقت البداية بدأ في وقت متأخير أما كان مقرر كان من مقرر أن تبدأ في الحادية العشرة وتأخرت إلى الثانية العشرة وما بعد حليل لكن فيما على ذلك فإن الأمور جرت كما كنا ننتظر كما كنا نتوقع وكما كنا نود السؤال الثاني والأخير نريد أن نعرف بغا الذي ستلعب بهذه الندوة كالندوة في تعزيز العلاقات الثنارية أو العلاقات السنغالية وباقي البلدان التي شاركوا بهذه الندوة الأنشطة العلمية الثقافية التي تنظم في مناسبة المقالة منذ أكثر من عشر سنوات أو من عشر سنوات منذ ألفين وأحد عشر بدأنا ننظم ملتقيات ملتقيات دولية في كل ثلاث سنين ننظم ملتقا دوليا هذا الملتقى ليس من هذه الملتقيات الدولية الملتقيات الدولية يسمى الملتقى السوفي العالمي ينظم في كل ثلاث سنوات ويشارك فيه علماء من بلدان مختلفة أما هذا الملتقيات الدولية لكن له أيضا صبغة دولية لأنه شارك فيها أو شارك فيه من موريتانيا ومن غخوة من موريتانيا وغخوة من المغرب هذه الملتقيات الدولية وهذا جزء من هذه الملتقيات نوعا ما هذه الملتقيات ساهمت في تعريف تعريف التعريف بالموريدية خارج البلاد من لم يكنوا يعرفون الموريدية عرفوها من خلال هذه الملتقيات من العلماء في بلدان مختلف من كانوا عرفوها أيضا وكان لهم علاقة بالموريدية هذه الملتقيات أيضا حوّت ووطّرت هذه العلاقات كما وطّرت أيضا العلاقات بين الموريدية وبين بقية المسلمين في سنغال بقية المنتمنة إلى الطرق وكذلك إلى الجماعيات الإسلامية في سنغال لأن كل هذه الأنشطة التي ننظمها وتنظمها لجنة المنظمة بتعاون مع أوزر يحين هذه الأنشطة ساهمت في ترسيخ العلاقات بين الموريدية وبين غيره من المسلمين داخل البلاد وغارج البلاد خاصية من المخمّنين والمشاهدين بالعلم والثقاف يذكر أن الملتقى الدولي لم تقيم بسبب جائحة كورونا في سنة الماضية أقيم أقيم لكن بشكل غير شكل معهول لكن أقيم أقيم عمر المنصات أقيمه هنا في هذه القاعة كان الجلسة الابتاحية والخطامية وقلتها في هذه القاعة ذلك حضر بعض من المشاركين في هذه القاعة بعض من من قدم محاضراتهم قدموها من خلال هذه القاعة وآخرون عبر المنصات الدونية في داخل البلاد أيضا وخارج البلاد منذ بدايات هذه الملتقيات في كل المواعد المحترمة منذ البداية في عام 2011 ومن ذلك الوقت في كل ثلاث سنين ينقد هذا الملتقيات السوفي شكرا لكم نشكر ألا أستاذة شعرنا في عبد الوضي عضو في اللاجنة العلمية للاغرة في أراضي رياحي شكرا لكم يا أستاذ عاما وعاما وثالثا وعام له عام الترحل خامس به فتية شم الأنوف أعزة لهم همم قصوى كرام أشاوس يناسع بعض القوم بعضا فيمتري فتفتح من بعد الجدال القوامس أحب إلينا من خبائل لطفلة كعوب لعوب ما لها فيه حارس وبنفس المعنى يقول الحسن بن زين يقول الحسن رحمة الله عليه ليس الحسن بن زين يقول لخوض مع الفتياني في كل مبحث ولبس عباء دارس في المدارس أحب وأيم الله من لبس سندس إلي وأشام حديث الأوانس ومن أبلغ ما قيل في ذلك قصيرة الشيخ الولي العلام الشهيد الشيخ سيد محمد الشيخ سيدية أدمعا تبقيان بغرب عيني وقد عاينت ما دار الكنين أليس من الوفاء لقاطنيها إذالة ليلان يقول وكم سامرت ثمارا فتوا إلى المجد تمو من محتدين ولاكل جمعهم يلاكلون بكل تخالف في مذهبين هذه القصيدة طويلة أيضا الشيخ يصف فيها المحظرة الموريتانية بموسوعيتها العلمية يكفي في المحظرة الموريتانية أنها هي التي من خلالها خدم علماء الشناقطة المذهب المالكي وبثوه في البلاد وخارجها كذلك هذه المحظرة لم يقتصر دورها على العلماء الموريتانيين بل العلماء المجاورين وطلاب العلم منكم ومن غيركم لذلك نجد الأدباء الموريتانيين والعلماء المتاريين متأثرين بثقافة الإخوة في الدول المجاورة حتى في أدبهم بعض الشيخ عبد الحي رحمة الله عليه ينتج قصائد من الأدب ويدخلها كلام الألف في أدبه يا حاسدا فاضلا رب العبادي يخص من شاء بالفضل لا تطمع بغير صبص مفهوم؟ نعم يا حاسدا فاضلا رب العبادي يخص من شاء بالفضل لا تطمع بغير صبص ما خص فاضلنا رب العبادي به لو طرت من حسد نحو السماء بوكموس هذا يتزن في نفس البحر وفي نفس الروي الشيخ المختار بن محمد يقول لا خير في الشيخ مثل الأشيب الهرمي ما لم تكن حبة فيه من الخرم وإن تكن حبة فيه ولو صورت فاستذنه إنه خير من العدم إذن دور المحررة لم يقتصر علينا بل أنتم وغيركم ممن ساهم فيه أظن أن الوقت داهمنا ولا أحب الإطالة لأنني أنكرت على غير الإطالة ولا أحب أن يلد في قول الشعر فإنك لم تأتما أن تآمر به تلف من إياه تأمر آتيا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه أخيرا أختم بالصلاة على الرحمة المهداتي صلى الله عليه وسلم المبعوذ رحمة للعالمين نور أطل على الحياة رحيما وبكفه فاض السلام عميما لم تعرف الدنيا عظيما مذله وصلوا عليه وسلموا تسريما والسلام عليكم ورحمة الله أباحي في الإخدام خير ورامة وفي كل شهر زيد ربحي وفي صفر